أهلا وسهلا بكم في المحاضرة رقم 15 والمصاق الفيزياء الحيوية اليوم رح يكون موضوعنا عن وحدة جديدة رح نبدأ إن شاء الله بالوحدة رقم 3 اللي بعنوان Fluid Dynamic هيتعتبر من الوحدات المهمة والمميزة في المصاق الفيزياء الحيوية نظرا لكمية الابليكيشنز الكتيرة اللي رح تطبقها أو تكون مثال على القوانين رح ندرسها بهذه الوحدة بداية مثلا لو ربطناها مع الوحدة السابقة تذكروا جزء الثاني من المحاضرة الماضية كان بتحدث عن القلب وعن دوره بعملية ضخ الدم خلال السيركاتري سيستم وحكينا إنه هذا الدم كان بمر بمراحل متعددة يعني مثلا بالارتريز كان هو عبارة عن أكسجينيتة البلد وأثناء ما ينتقل لحنا يوصل للفينز بتحول لدي أكسجينيتة البلد بعد ما يكون تبادل المواد الغذائية والأكسجين وحمل الفضلات من خلايا جسم الإنسان المختلفة خلال هاي الرحلة عم بتفرع بمقاسات مختلفة من هدول الفينز والارتريز بيختلفوا بمساحتهم بيختلفوا بمواقعهم وخلال هالرحلة بتغير سرعة الدم بتغير ضغط الدم وبتغير كتير من خصاصه في هاي الوحدة رح نحاول نركز على هاي التفاصيل نشوف كيف تصير عملية تغير ديناميكة الدم أو صفات حركة الدم خلال رحلة داخل السيركاتري سيستم رح ندرس مجموعة من الأبليكيشنز اللي بتتفرع من هذا المثال فمثلاً رح نتعلم البلد برشر عليه أساس بتم قياس ضغط الدم شو الفرق ما بين الصوتين اللي بسمعوهم الأطباء بالسماعة خلال قياس الضغط بالعملية اليدوية حناخد تطبيقات تانية عن سوائل مختلفة لجسم الإنسان غير الدم زي مثلاً لو بنا نحكي عن السائل الطبيعي الموجود داخل الحبل الشوكي أو المحيط بالبرياند كمان رح ناخد فلود مختلفة زي مثلاً الغازات الموجودة في اللانغز كيف تتم عملية حركتهم ودور الفيزياء بتفسير هذه الحركة كمان رح ناخد تطبيقات على تجلطاتها خثر الدم على أمراض كتيرة ممكن يتم تفسير سلوكها أو سلوك الدم من خلالها من خلال مجموعة من قواني الفيزياء رح ندرسها كمان رح يكون في بعض التطبيقات رح نحكي فيها عن عمليات مقلة سوائل لجسم الإنسان زي اللي بتصير مثلاً في حالة تغذية المريض المصاب بحالة من الديهايدراشن أو زي عمليات غسيل الكيلة وغيرها من العمليات اللي بصير فيها تبادل وتحريك لسوائل الجسم المختلفة رح نبدأ هذه الوحدة بمقدمة نستخدم فيها مجموعة من المصطلحات اللي رح تساعدنا بتفسير بأية القوانين اللي رح ناخدها بهاي الوحدة بعد هيك رح نتخص بالديناميكا لمجموعة من الفلود رح نسميهم نان فيسكوسي فلود بالإضافة لجزء الثالث رح يتخصص بالفسكوسيتي وتأثيرها على الديناميك تبعت مجموعة من الفلود رح نناقش الفرق فيما بينهم بالإضافة لجزء الرابع رح يختص بالابليكيشنز المرتبطة بالدم فرح يركز على دناميكا البلد بالإضافة لحركته داخل السركاتري سيستم اليوم بهاي المحاضرة رح نركز على الانترودكشن رح ناخد مقدمة عن النان فيسكوسي فلود داينميك أول مصطلح رح ناخده بالانترودكشن مصطلح أطلق عليه الانكمبرسيب الفلود بالبداية بدنا نرجع نتذكر أنه لما نحكي فلود بهاي الوحدة بيكون بقصد نوعين من حالات المادة وهي حالة الليكوت بالإضافة لحالة الغازات كلاهما بيعتبروا فلود ولما نحكي فلود بنا نذكر أهم صفات هاي المواد فمثلا لو وجينا حكينا عن الغازات تمتاز أنه البارتيكلز المكونة للمادة الغازية بتكون التباعد فيما بينها كبير وبالتالي هذا الإشي بيسمح للمادة الغازية إنها تغير شكلها وتغير حجمها بما يتناسب مع الكونتينر اللي هي موجودة فيه يعني درستم ممكن في مدارس مناهج سابقة أخدتم مثلا أنه الغازات لما يزداد الضغط عليها هذا الإشي رح يأثر على حجمها وبالتالي مثلا رح يقول للحجم كمان درسنا تأثير الحرارة على الغازات كان يزداد التباعد ما بين البارتيكلز تبعة الغازات المواد السائلة برضو فيها نوع من الحرية بحركة الجزيئات تبعتها يعني لو بنا نقارنها مع المادة الصلبة اللي جزيئاتها بتظلها ثابتة بمكانها وبالتالي بيكون الفوليوم والشيب تبع المادة السلد دائما ثابت المادة الليكود على عكسها البارتيكلز ممكن تتحرك حركة عشوائية زي اللي درسناها بالوحدة الأولى سمناها حركة براونية وقلنا إنه هذه الحركة البرونية بتكسب المادة الليكود شكل يتناسب مع الكنتينر اللي هي موجودة فيه رح أركز اليوم على الفرق ما بين الليكود والغازات ونشوف شو طريقة التعامل ما بينهم مع قصية البرشر ببداية أنا لمحكي كلمة بيكون بقصد إنه هذا الفلود يستجيب أو بيقوم بعملية كاستجابة لتعرضه لمؤثر خارجي زي الضغط يعني لو طلعنا على الصور اللي تحت الكمبرس بالفلود هو الفلود اللي لو كان حجمه فرض ما بالأول بي واحد تعرض لبرشر مقداره بي واحد زاد هذا البرشر لو وصل لقيمة بي 2 هون بأكد لي إنه بي 2 أكبر من بي واحد فالمفروض إذا كان كومبرس بالفلود إنه يستجيب لهذا التغير بالضغط عن طريق تغيير الحجم تبعه فزي ما أنتوا شايفين بالصورة لاحظنا إنه الفوليوم نقص لأنه البرشر زاد هذه الصفات اللي بتقوم فيها سوائل أو غازات نسميها الكمبرس بالفلود إذا الكمبرس بالفلود بيكون نقصد فيها مادة الفوليوم تبعها مش ثابت الفوليوم تبعها بتغير مع البرشر الموجود عليها طبعا هذا رح يكون فيه له تأثير على خصائص المادة يعني لو تذكر وأخذنا مصطلح اسمه الدنسيتي أو الكثافة وهو عبارة عن الماس أوفر فوليوم للتذكير كان الرمز اللي نعطيها إياه هو رمز الرو وإنه رمزها عبارة عن ماس على الفوليوم فإذا أنا هون شرحت عن مثال على فلود هاي الفلود عم بيتغير الحجم تبعها بناء طبعا على الظروف اللي موجودة فيها والبرشر الموجودة فيها مدام الفوليوم تغير بالتالي رح يتغير كثافة المادة لأنه حين عاد توزيع كتلة البارتكلز على الفوليوم الجديد وبالتالي رح يغير الدنسيتي يعني صفات المادة بالكامل عم تتغير مع تغير الضبط عليها لكن الانكمبرس بالفلود اللي رح نركز على تعريفه اليوم مفترض مدامة incompressible معناها المفروض أنها ما تقبل يصير لها كومبرس معناها مهما زاد الضبط عليها مفروض تحافظ على الحجم نفسه فبالصور اللي هون لاحظنا أنه رغم أنه بيتنين أكبر من بي واحد زي ما ذكرنا قبل شوي إلا أنه الحجم بي واحد و بيتنين متساويات يعني زيادة في الضغط ما تمكنت من تقريب الجزئات لبعضها وبالتالي حافظت على الفوليوم تبعها وإذا الفوليوم ظل ثابت معناته هاي المادة الدنسية تبعتها ظلت ثابتة فلذلك رح ننصف الانكمبرسيب الفلويد بأن الفلويد whose density is constant معنى ذلك أنه its volume cannot be buried with the pressure لو بننيجي على أرض الواقع أن الفلويد هني يا غازات يا ليكود فبننشوف مين من هدولة المادتين بميل أكتر يكون كومبرسيبل ومين منهم بميل كلمة أنه يكون انكمبرسيبل لو بننيجي الحياة العملية لو طلعنا مثلا على جرة الغاز جرة الغاز لما نهزها ما نلاحظ أنه جواها سائل هو مع العلم أنه جواها غاز الطبيق وبالتالي بنقدر نحكي أنه الغاز لما نوضع جواة الجرة اللي عملت عليه الضغط كبير سبب التقارب جزيئاته كتير لبعضها لدرجة أنها تحولت للشكل بدون الكثافة العالية أو السائل اللي محس فيه زي كنية العطر برضه العطر هو جواة الكنية بيكون فيه عنده ضغط عالي مسلط عليه من الكنتينر اللي هو موجود جواته وبالتالي جزيئات العطر بتقرب كتير لبعضها لدرجة أنه يتغير كثافتها لأنها بتتحول لشكل من أشكال كأنها السائل على عكس أول ما يخف الضغط عليها بترجع لتباعد وترجع لطبيعتها الغازية المعروفة فمعناته الغازات بأرض الواقع بالحرارة لأنه بزداد التباعد مثلا بين جزيئاتها بالحرارة فلذلك الغازات تعتبر مثال على الحالة اللي كانت هون اللي هي حالة الكمبرسبل الفلويد لكن الليكويد لو طلعنا على مثال واقعي برضه لو في عندك قنية مي ساعة لترونوس ومتعبيتها فعلا بلتر ونص من الماء وجيت حاول تفتح لنا فيه وتضيف لليتر ونص هدول كمان نص ستر من الماء بنفس الكمية لاحظ أنك ما رح تقدر حتبلش عطول تنكبل الماء من الكمينة طب ليه ما جربت أنها جزيئات الماء تتحمل أو تزيد التقارب فيما بينها وتستقبل كمان ذرات جديدة من الماء الإجابة لأن هالليكويد كماده هي مادة بمعنى البارتكيل تبعاتها ما بيقبل ويتغير الحجم تبعهم مع تغير الضغط الواقع عليهم السب في هذا فيما بينهم صحيح مش متلاصقات زي المادة الصلبة بس برضو مش متباعدات زي المادة الغازية ولذلك أساسا المسافات فيما بينهم قريبة فزيادة الضغط مش هتقدر تغير كتير المسافات هاي وبالتالي الفوليوم تبعها تقريبا ما بيتغير فعلشان هيك بأرض الواقع بيعتبر الليكويد على اختلاف سواء الماء ولا زيت ولا غيرها يعتبر مثال على كخاصية الفلويد فإذن الليكويد هذا السبب اللي عندها وهي الميز اللي عندها اللي بتخلي حجمها ثابت مهما يزيد الضغط بيخليها تستخدم بكثرة بالهايدروريك بريس يعني لو طلعنا على الصورة اللي هون في عندنا مثال على جهاز رافعة بيشبه الرافعة اللي بيستخدمها الميكانيكي علشان يرفع السيارة ويبدأ بالعمل عليها بتلاحظ انه بهذا الجهاز بيكون في كبسة بيضغط عليها بقوة برسمة عندنا هي عبارة عن FX هاي الكابسة لما يضغطها بتظهر عندنا Output Force بترفع لي اللوت طبعا اللي هي السيارة الأعلى هلا هذا الLiver System فعليا بنا نشوف كيف إذري يحول الInput Force الغيره الOutput Force كبيرة تسمكنني من رفع ثقل كبير اللي هي السيارة فتفسيره بيكون انه من جوات هذا الPipes اللي مكوني للLiver فيه عندنا سائل فقيل جدا غالبا بيكون نوع من أنواع الزيوت هذا الزيت تقيل فعليا لما أنا أجي أزيد عليه الضغط فأنا عم بنزل هذه البليت لهذه المنطقة وبالتالي الحجم اللي تبقى للسائل صفى فقط هذه المنطقة طبعا هذا الحجم غير كافي لأنه فعليا الليكود ما بيقدر يعيد تكييف نفسه أو يعيد ترتيب براته بحيث يتكييف مع الحجم الصغير فبالطر يخلق لنفسه مساحة إضافية عن طريق أنه يكون برفع المعدن اللي هون وبالتالي رفع اللود لمسافة إضافية عشان يخلق لنفسه حجم مساوي لحجمه الحقيقي لاحظوا بأنه لو حطينا هنا غاز كان ما صار هذا تصرف نهائيا كان الغاز تكييف مع هاي المساحة الجديدة لصغيرة وأعاد ترتيب ذراته ضمن هذا الفوليوم الأصغر اللي وصلنا له بسبب زيادة الضغط على الطرف X لكن الليكود ما تترفط بهذا الشكل وبالعكس خلقت لنفسها حجم إضافي أو مساحة إضافية عشان تقدر تحافظ على الحجم تباحها وبالتالي تحافظ على الدنسة التي تبعتها إذن خاصية المثال عليها بأرض الواقع هي الليكود والسبب في هذا الإشي منهم تقريبا بيحضع الدنسة تباحهم والفوليوم تباحهم مهما زاد نبرشار عليهم الخاصية التانية رح ندرسها هي خاصية اللزوجة أو المطلق عليها اسم الفيسكوسيتي علشان نفهم مصطلح الفيسكوسيتي خلنذكر مثالين أيضا هالمرة رح نذكر مثال المي ونقارنها مع سائل لزج أو دبء أو مادة خلنحكي تقبل التصاق زي العسل في الصورة اللي قدامنا هون منلاحظ إنه بقنيت المي مجرد ما إنك تميلها بسهولة ببلش هاد مي تنزل بالقنية وإذا اكتفيت بالكمية اللي استخدمتها بإمكانك ترفع القنية مباشرة رح ينقطع سيلان الماء وبالتالي منلاحظ إنه هاي المي عم تقبل تعمل أو تتضفق بسهولة بناء على زاوية ميلان الألبوب على أكس العسل العسل مثلا منلاحظ إذا أخذنا كمية معين من المرتبان هنلاحظ إنه بضله زي في خيط عم بيمسك جزيئات العسل مع بعضها حتى لو إنك رفعت المرتبان ورجعته لوضعه إلا إنه ملاحظ إنه بضله في خيط من العسل موجود هذا الخيط هو اللي بنسميه خاصية لزوجة فكرته بإنه الجزيئات فيما بينها في تجاذب عالي بيخليها زي كأنهم فيما بينهم attractive force هاي ال attractive force بتخلي عملية انزلاقهم أصعب حتى بتشوفوا لو ميلتوا نفس الزاوية مرتبان العسل يميل بهذا القدر والمي تميل بهذا القدر هنلاحظ إنه حصل على كمية من المي أسرع بكتير من الكمية أو أكبر بكتير من الكمية اللي حصل عليها من مرتبان العسل والسبق إنه العسل هو بنزل بنزل ببطء هذا البطء سببه إنه في القزاق ما بين العسل وما بين المرتبان زي بيصير لما مثلا يخلص مرتبان العسل بنلاحظ بظل فيه طبقة ليرز هيك ملازقة للوولز تبعة المرتبان من الداخل على عكس المي لما تخلص من القنية بنلاحظ من لآخر قطرة بإمكانك تنزلها اللي كانت موجودة جواتها القنية هذا تفسيره خاصية الفيسكوسيتي إنه خاصية الفيسكوسيتي لو بنناعطي تعريف لإلها هي فكرتها هي عبارة عن الخاصية اللي بتسبب إنه سائل معين يمتنع عن التضفق أو ما يقبل يتحرك بالزاوية اللي دفعنا فيها أو حركنا فيها الأنبوب وهذه الخاصية بتزداد أو بتظهر أكثر كل مكان الفريكشن اللي موجود جوات الفلود لا يمكن إحماله يعني فعليا إحنا لسواء لما بنيجي نتحدث عن الفلود فإحنا فعليا نتحرك عن ليرز فوق بعضهم دايما بيشبههم المراجع بتحكي عن إنه الليكود بإمكاننا نتخيلها زي لير فوق لير ثاني فوق لير ثالثة فلما السائل يمشي نستخدم له مبدئيا مصطلح الفلوينج منلاحظ إنه هدول اللييرز تحولوا لهذا الشكل صارت عملية انسكاب لإلهم أو فلوينج لإلهم هلأ لاحظوا إنه هدول اللييرز بالنهاية أسطح سطح فوق سطح فوق سطح ومثل ما أخذنا في مصطلح درسنا عنه من قبل اللي هو مصطلح الفريكشن فورس أو قوة الاحتكاك زي كيف لو عم بك تحاول مثلا اتحرك السجادة الطاولة بفوق السجاد بنلاحظ إنه سطح السجاد فيه تداخل أو فيه احتكاك ما بينه وما بين رجلين الطاولة بتالي بكون تحريكها صعب بالمقارنة مع تحريك الطاولة على البلاط مباشرة هذا سبب إنه صار فيه نوع من الاحتكاك أو صار فيه نوع من أنواع التداخل ما بين جزيئات السطح الأول العلوي وسطح الصفلي نفس الإشي الفلود الفلود إذا شبهناها كلايرز فرح يكون ما بين هدول الليرز فيه احتكاك برضو هلأ المواد اللي بيكون عندها اللزوجة عالية بيكون مقدار الاحتكاك ما بين الليرز قوي كثير زي بالضبط الاحتكاك اللي ما بين السجادة وما بين الطاولة لا يمكن إهماله فبالتالي بحالة وجود هذا الفريكشن بتكون عندنا كأنه يتكون أتركتف فورس هو التجاذب بتخلي الليرز ما ينفصلوا عن بعضها وبالتالي يبقوا ثابتين في مكانهم ومش بس بتكون هذا التداخلات أو هذا التجاذب ما بين جزيئات المادة نفسها كمان ما بينهم وما بين النبورينج انترفيز اللي حواليهم زي مثلا جدران المرتبان اللي موجود جواته العسل فيما بينه وما بين جزيئات العسل في قدر من التجاذب هذا القدر من التجاذب اللي بيخلي عملية إزالة خلينا نحكي الطبقة الأخيرة من العسل صعبة لأنه بتكون متزقة تماما بجدران الوعاء الموجود جواته هلأ لو طلعنا على الصورة اللي قدام ضمن التعريف اللي شرحنا نلاحظ انه فيه خمس أنابيب السائل اللي جواهم مختلف تماما من ناحية صفاته وبالتالي بقدار الفسكوستي ما بينهم أيضا مختلف لو لاحظتم بتلاحظ انه الخمس أنابيب تم تحريكها بنفس الزاوية تماما إلا انه ميقدار كمية السائل اللي عم بنزل في اللحظة الوحدة مختلف كمان شكل هذا السائل هو بنزل كمان مختلف يعني لو طلعنا هون ملاحظ انه السائل اللي هون نزلق اللحظة انه القطرة هاي ما قادر تنزل للأسفل مع الجذب الأرضي بسبب قوة الاتركتف فورس العالي اللي ما بينها وما بين جزيئات ها أو جزيئات السائل اللي موجودة ما زالت داخل الانبوب هذه القوة هذا الخيط اللي احنا شايفين هو دليل على الاتركتف فورس اللي شرحت لكم إياها قبل شوي دي على الاتركتف فورس اللي ما بين الجزيئات اللي بتخلي عملية الفلويني تبعتهم صعبة وبالتالي بتزيد من اللزوج فلونا نقارن رقم واحد مع رقم ثلاثة نقدر نحكي رقم ثلاثة عنده رزوجي أعلى بدليل انه هاي الجزيئات عم بتواجه زي خلنحكي قدر النصوب بعملية الفلويني سببها وجود هذه الريزيستنس اللي هي مصدرها الاتركتف فورس أو مصدرها الفيسكوستي ولو طلعنا على رقم أربعة ورقم خمسة ملاحظنا هاللزوجي كل مالها عم بتكون أكبر وأكبر بدليل انه كمية مثلا برقم خمسة ما في جزيئات نهائيا عم تنزل دليل على النقوط التجادة أو قوط الفريكشن بين the liquid layers جدا قوية بحيث لا يمكن إهمالها ولا يمكن جعل السائل يتحرك بسهولة لو ركزنا كما بإمكاننا اللاحظ فرق تاني يعني اعتبارا انه رقم واحد هي الأقل لزوجة فلو ركزنا على شكل السائل اللي نجح بعملية النزول ملاحظ انه تقريبا اتجاه خيط الماء النازل لو فرضنا الجو ومية هاللاحظ انه اتجاهه زي مستطيد نفس السمك من بداية الحارك لنهايتها لما نطلع عن أمبوب التاني منلاحظ انه بالأول كانت في عنا عملية الكمية النازلة أعرض بعدين كل ما ننزل لتحت بتصير أرفع لو طلعنا على رقم ثلاث نفس الإشي نلاحظ انه فوق أعرض وتحتها بترفع كتير رقم أربعة نلاحظ انه شكلها أعاطعة كيرف رقم خمسة نلاحظ كمان انها صارت كيرف تاني هاته الإشي بوصلنا للنطة بانه لو بننيجي نقارن ما بين المادل لزوجتها عالية وللزوجتها منخفضة ممكن نستدل على هذا الإشي من خلال شكل الدرب أو القطرة اللي نازل منها المواد اللي حكينا بيكون عندها اللزوجة عالية بتكون الاتركتب فورس فيما بين الليرز عالية وبالتالي رح يكون التأثير على هاي الليرز وتحريكها كمان إيرودور يعني لو طلعنا على الصورة اللي هون لاحظوا انه هون مثلا نمثل الليرز تبعات السائل بتلت طبقات اللي هنة تلت أسهم هلأ على اعتبار بانه الأنبوب الأسود الإطار الأسود هو إطار الأنبوب فمنلاحظ انه هاي حنسميها رقم واحد هي رقم اثنين هي رقم ثلاثة انه الليرز الأولى والليير الثاني والليير الثالث فيما بينهم في قوة تجاذب فبالتالي في بين هدول اتركتب فورس هاي الاتركتب فورس اللي هي اللزوجة اللي موجودة عند كل السوائل تمام بس في زيادة عليهم بانه الليرز الاولى في زيادة عليها قوة الاتركتب فورس اللي ما بينها وما بين جدران الوعاء وكمان رقم 3 في زيادة عليها انه في عندها attractive force ما بينها وما بين الولز تبعات البيب اللي ماشي فيه وبالتالي لو بنا نقارن القوة اللي على رقم 3 وعلى القوة اللي على رقم 1 هنلاحظ انهم اكبر من القوة الموجودة على رقم 2 وبالتالي رقم 2 القوة اللي عم تمنحها من الحركة اقل فلذلك منلاحظ انها بتسبق وبتكون حركتها اسرع فعلشانك منلاحظ ان المواد اللي عندها لزوجة يكون شكلها زي ما انتوا شايفين في ليرز اللي بالنص بتكون اسرع من العطراف زي ما انتوا شايفين هنا كمان بتلاحظوا في المثال برضو تبع العسل منلاحظ انه من فوق كانت عريضة يعني لو بتخيرنا انه هاي لير وهي لير وهي لير منلاحظ انه اللي في النص كانت حركتها اسهل لانه على الاطراف رح يكون في قوة احتكاك اعلى عليهم سبب هالاحتكاك الاضافة اللي ما بينهم ما بين الولز تبعات البيب اللي ماشي فيهم على عكس مثلا المواد اللي بتكون اللزوجة فيها اساسا قليلة سواء اللزوجة اللي اصد فيها اللي ما بينهم او ما بينهم ما بين جدران الوعاء اللي هي موجودة فيه لما تكون تقريبا مش موجودة او قليلة للغاية منلاحظ انه هدولا الانواع من الليكود بتكون شكل لدروب تبعتهم تقريبا مستقيم تماما زي ما انتوا شايفين لانه ثري لير بكونوا ماشيين بسرعات متساوية او متقاربة زي ما انتوا شايفين في الانبوب رقم واحد منلاحظ انها عريضة والعرض نفسه وظلوا ثابت فهذا دليل على ان كل اللي يرز ماشي بنفس السرعة ما فيه ليرز عليها او قوة مقيقة اكتر من غيرها دليل ذلك كمان نقدر نميز المادة اللزجة من غير اللزجة مش فقط بس من الكمية اللي عم تنزل كمان من شكل لدروب الموجودة ولو بدنا نيجي نطلع على مثال من الموجودات جواد جسم الانسان نلاحظ لما ناخد مثلا عينة من دم المريض لو مثلا زي اللي بتنحط على شريحة رحص السكر المنزلية منلاحظ انه شكل كرية الدم او ترتيبها بيكون بهذا الشكل دليلها برضو على اللزوج اللي هي سببها برضو خصائص الكهروستاتيكية الطبيعية الموجودة جواد البارتيكلز وحن نقشها بالتفصيل بالجزء الثالث من هذا الوحدة المصطلح الثالث الرح ناخده رح يختص بطريقة حركة السوائل رح ناخد مصطلحين مصطلح لميناري فلو ومصطلح توربيلنت فلو بس قبل من نتعرف على هدو المصطلحين خليل نبدأ بمقارنة بالأول ما بين موقفين ومن هدو الموقفين نستنتج التعريف لو طلعنا على المنطقة اللي تحت نحن عنا المنطقة رقم واحد والمنطقة رقم اثنين هدو المنطقتين لنفس النهر ولكن غير المجرى تباعها هذه المنطقة وهذه المنطقة ثانية هللاحظ لو تخيلنا حالا ماشيين بالمنطقة رقم واحد ماشيين بالمنطقة رقم اثنين في منطقة منهم أثناء سيرنا بجانبها رح نكون سامعين صوت المي بقوة عالية الإيجابة طبعاً هي المنطقة رقم 2 حاللاحظ أنه في عندها صوت مي عالي شو تفسيرنا رح يكون لهذا الصوت اللي احنا سامعينه؟ لو طلعنا على المنظر منلاحظ أنه الرقم 2 في زي أمواج على شكل سطح المي على عكس رقم 1 سطح المي سموت فتفسيرنا رح يكون أنه برقم 2 الصوت العالي اللي احنا سامعينه سببه سرعة المي العالي اللي هي ماشي فيها بدليل الأمواج المتكونة على سطحها بصير تداخل الجزئات السائل من سرعتها أثناء الحركة على عكس رقم 1 نقدر نخمر أنه المي اللي ماشي هناك سرعتها أقل أو أهدى وهذا الإشي يخلى تقريباً سطح المي يكون أملس ما فيه الأمواج اللي بترافق الحركة السريعة كمان الشغلة تانية ممكن نخمنها بالمقارنة بالمنظر نقدر نحكي أنه رقم 2 المي وهي ماشية في تصادمات عم بتصير فيما بينها وما بين الحجارة اللي موجودة بالمسار تبعها هذه الحجارة اللي عم بتعيق حركتها وبالتالي بتسبب أنه تبعات السائل تختلط وتطلع صوت التصادمات اللي احنا سامعينه على عكس رقم 1 نتوقع أنه على جوانب النهر ما فيه هاي الصخور اللي عم تبنع حركة السائل أو بتخليها صعبة هون هذا الإشي رح يوصلنا للمصطلحات اللي مذكورة قدامكم السائل أو النهر بالمنطقة رقم 1 نوصف طريقة حركته بأنه حركة لمينار فلو بمعنى حركة انسيابية في حين بمنطقة رقم 2 نطلق على السائل أثناء حركته بأنه توربينة فلو بمعنى حركته فوضوية أو حركته عشوائية تفسيرها هو على الفروقات اللي احنا حكناها قبل شوي برقم 1 نقدر نحكي أنه السائل كان ماشي بسرعة أبطأ شغلة الثانية كان ماشي بيونيفورم دايريكشن باتجاه واحد ما فيه تصادمات وبالتالي تغير في الاتجاه شغلة الثالثة لو تخيلنا أو دخلنا جوات اللييرز تبعات السائل نقدر نحكي أنه كل اللييرز هدول ماشيين بنفس الاتجاه هذا الإشي بيّن على سطح المي هلأ ماشيين بنفس الاتجاه مش معنات أنهم ماشيين بنفس السرعة يعني لو طلعنا على اللييرز الخمسة اللي قدامنا في الصورة نقدر نخمن مباشرة أنه اللي ماشي أسرع هي الليير رقم واحد من فوق لأنه فعليا حركتها رح تكون أسهل من رقم خمسة اللي واقع عليها ضغط كل جزئات المي اللي فوقها لكن ما هيك بحالة اللامينار فلو بحالة ما فيه معيقات بطريقتهم قدامهم وطالما إنها السرعة تعتبر سلولي لهاي الكيس منلاحظ بأنه يظلهم ماشيين بيونيفورم دايريكشن أو باتجاه parallel to each other على عكس مثلا بحالة التوربيلنت فلو هدولا طبقاتهم ماشيين بالاتجاه اللي مفهود تحركوا فيه وواجهوا معيقات زي مثلا هذا الحجر اللي كان موجود تحت بالأرضية فسبب إنها اللييرز رقم واحد من تحت وهي ماشية صادمت معاه وبالتالي اضطرت إنها ترتفع للأعلى الجزئات كنتيجة لقوة هذا الاستضام فصدمة الجزئات اللي بتشكل لها الرقم 2 والتالي دفعتها اللي بدورها 3 رقم 3 4 5 على الترتيب وهذا الإشي يبين على السطح على شكل الموجات كمان سبب تكوين زي إديز أو تيارات أو دوامات جوات المين داخلها بسبب هذه المعيقات أو الأبستاكلز اللي واجهتها بطريقتها طبعاً منلاحظ إنه هذه الأبستاكلز تأثيرها وعملية التموج اللي بتصير بسببها بتكون أقوى وأوضح كل مكان سرعة السائل اللي ماشي أكبر وأكبر زي مثلاً بتلاحظه لما تفتح الحنفية تبعة البيت لما تفتحها على هادي شوي منلاحظ إنه المي اللي نازلة بتكون بشكل زي سموث بررل لبعضهم ما في صوت عالي على عكس لما تفتحها للآخر صوت المي بصير أعلى وملاحظ إنها المي بتبلش زي كأنها ترشق على الأطراف زي ما أنتو شايفين بالصورة مثلاً هون ملاحظ إنها جزيئات المي اللي وفاتحين حنفية على آخر بطلع شكلها زي هيك فدريع عليه إنه صار في خلنحكي الريجولر دايريكشن لللييرز تبعات المي صار في ميكسنج فيما بينهم صار في صوت عالي اللي عم نسمعه صار توربين تفلو إذن بالمحصر في هذه المستلحات اللي تعرفنا عليها لوصف حركة السائل تعتمد بالمقام الأول على سرعة السائل بالإضافة لصفات الباث اللي ماشي فيه هذا السائل إذا كان فيه معيقات أو لا هذا الإش رح يغير صفات الحركة من اللامينار لتوربينالد أو العكس هلأ رح نجمع هذور المصطلحات اللي درسناهم ونقسمهم لعائلتين فكرة فيها هذور العائلتين إنه إحنا بالنهاية كل ما نتعامل مع مسائل حسابية أو كل ما نتعامل مع بروبلمز فيزيائية بتضم كثير فاكتورز فأحيانا نحتاج لتسهيل الحل عن طريق إننا نفرض بعض الظروف المثالية يعني زي مثلا لما أخذنا بالوحدة الأولى كنا مثلا نفرض لما نيجي ندرس درس زي مومنتم ونحكمه بإهمال مقاومة الهواء رغم إنه فعليا مقاومة الهواء مستحيلة تكون نقلب الأرض الواقع يعني فعليا دايما دايما في احتكاف زي كمان مثلا لما كنا نفرض درجة حرارة هنضلها طابت طوال تفاعل معين برضو هذا الحكي مش صحيح بالواقع درجة حرارة هنجي تغير فضعته إن أحيان نفرض ظروف بس بهدف إننا نحاول نخلي عملية الحل أو عملية تفاعل بهذه المسألة أسهل فبهدف هذا السيمليفيكيشن يتم رح نفرض صفات لآيدر الفلويد هذا الآيدر الفلويد مش موجود في الطبيعة فعليا ما في صفات كلياتها متجمعة في هذا الفلويد ولكن رح نفترض وجوده لتسهيل حل بعض المسائل شو الصفات الرح نعطيها لهذا الآيدر الفلويد صفات رح تكون من ضمن الكميات اللي شرحناها قبل شوي يعني رح نبدأ بأول خاصية لو ننعمل آيدر الفلويد هل تتوقع يكون compressible ولا incompressible لو استرجعنا التعريف هنذكر أنه كلمة incompressible كان معناتها بأنه هذا الفلويد رح يكون في عنده ميزة إنها الدنسي تاعة تبضلها ثابتة لأنه فعليا لما يكون incompressible ما رح يقبل يستجيب للتغير في الضغط وبالتالي رح يظل حجمه ثابت طوال الوقت تحت أي ظروف من تغير الضغط أو الحرارة وأنه لما بدي سائل مثالي أو بدي فلويد مثالي فأهم صفة بدي إياها إنه يحافظ على صفاته الأصلية يعني بمعنى تغير الدنسي ترح يغير كل التفاعل فأنا بالتالي لما بدي أضمن ثبات أو بدي أضمن ظروف مثالية فأهمها إنه السائل أو الغاز يبقى كما هو فبالتالي من أهم صفات الدنسي تطلها ثابتة لذي لازم يكون الصفة الثانية لو بنا نعتبر أنه بنا برضو هل تتوقع يكون عنده فسكوسيتي ولا ما يكون عنده هل تعتقد يكون عنده فسكوسيتي قليلة ولا فسكوسيتي عالية مع العلم أنه في أرض الواقع ما فيه ولا مادة في الدنيا اللزوج داعتها صفر حتى المي فيه عندها قدر من الفسكوسيتي ولكن لما نفرض فسكوسيتي شو هذه الصفة اللي حتكون إله هل نفترض مثلا الفسكوسيتي تعته زيرو ولا نفرضها نحا كبير كثير لدرجة أنها توصى الانفينيتي الإجابة فعليا لو استرجعنا تعريف الفسكوسيتي فالفسكوسيتي معناها resistance of fluid to flow أنه هذا الفلود عم بيمتنع الاستجابة وما بيتحرك وإحنا المفترض بالظروف المثالية أنه لما أدفع سائل مثلا باتجاه معين يتحرك هذا السائل مش يمنع التحرك إذا ما يلت الباي بفروض السائل يميل ويتحرك أو يصير له flowing فبالتالي أنا لو بدي إجي ضرف إشي مثالي فأهم شغلي بدي إياها بأنه هذا السائل أو الغاز يطيع الحركة تبعت السيستم إذا تم عملية دفعه يعمل flowing مش يمنع حي الحركة فلذلك الظروف المثالية اللي بدنا إياها تفترض أنه يكون هذا السائل in-viscous بمعنى لزوجة ومقدارها صفر برضه بالإضافة لصفات الـ hydra fluid بنا نحدد هل منعتقد يكون حركته لامينار ولا حركته توربينالت بالبداية لو راجعنا لامينار لاحظنا أنه هذور الطبقات بيستدرب الحركة بنفس الاتجاه اللي ندفعوا فيه ومضالهم موازيات لبعضهم لكن بالتوربينالت هذة الطبقات بإمكانهم أنهم يختلطوا والتالي حيتكون إدس داخلية جوات هذة الطبقات وإحنا لما نحكي عن إشي مثالي فأهم إشي من صفات الإشي المثالي أنه تحرك بالاتجاه ويحافظ على هذا الاتجاه اللي يتحرك فيه ما يغير اتجاهه فجأة فلذلك من صفات الإشي المثالي أنه يكون نوعه لا مينار فلو فبالتالي صار متجمع عندنا عدة صفات بتمثل الـ اللي بأكد هو مش هو موجود في الطبيعة ولكن حنفرضه لتبسيط حل بعض المسائل لو داخل نحكي أساسياته بعد هيك منصير الراجع أو نعدلها بما يتناسب مع الظروف الواقعية فإذا صار ملخص صفات الـ أول صفة أنه بمعنى بمعنى أنه ما بيعمل حركات دورانية يعني ما في عنده توربلانسي بحركته وبالتالي دائما اللي تبعه سموث يعني لمينار الصفة الثالثة بأنه الـ وبالتالي الفيسكوسي تاعته عم نفرض أنها تكون قيمتها زيرو تماما هدول صفات الـ لكن لو من يجي الأرض الواقع ففعليا الريا الفلود هي كل شيء عكس ما شرحنا وأهم صفة بعكس فيها الريا الفلود الـ لفلود بأنه مستحيل يكون لزوجة مقدارها صفة فالريا الفلود أو الظروف الحقيقية بتكون فيها لأي سائل أو لأي غاز لزوجة أي قيمة حتى لو القيمة صغيرة بس المهم إنها استحالة تكون لقيمة صفة فبالتالي الفلود الريا الفلود هم اللي بيكون عندهم قدر من الفيسكوسي الشغلة الثانية ممكن يتحركوا بطريقة لامينار أو يحركوا بطريقة توربينال طبعا على حسب الباث اللي ماشيين فيه على حسب الفلوستي تبعتهم على حسب الظروف اللي موجودين فيها عموما الشغلة الثالثة بإنه حتى لو فرضنا السوائل أو الغازات صحيح الكمبرسابيلتي عند السوائل قليلة جدا إلا إنه لو بنا نحكي عن الغازات هاي الغازات كومبرسابيل فبالتالي عندها خلينا نحكي قدر من الكمبرسابيل حتى لو إنها مثلا بالليكود مش كتير واضحة فاللريا الفلود صفاتهم صفات حقيقية وأهم هاي صفات إنه عندهم لزوجة طبعا بغض النظر هالايديل ولا الريا الفلود بالنهاية في مجموعة من القوانين لازم أي مادة في الدنيا تطبقهم واحد من أحد دول القوانين هو قوانين الكونسورباشن لو بمعنى قوانين الكميات المحفوظة لو ذكرنا الوحدة الأولى ما اللاحظ كان في عدة مصطلحات توصف كميات محفوظة زي مثلا أخذنا إنها الإنرجي تمتاز بإنه كميتها ثابتة وحكينا قانونها بقول is never created and is never destroyed لا بتظهر فجأة ولا بتختفي فجأة وذكرنا مجموعة يوم تعائل من القائنة يكون بتنشيل انيرجي وشفنا أمثلة بس كانوا كلياتهم عبارة عن أجسام مش سواء الوغازات لكن هذا ما بمنع أن هذا القانون لازم يتطبق على كل شيء فيزيائي وبالتالي رح نتعلم بهاي الوحدة صيغة لالكونسورفاشن أوف انيرجي تتناسب مع الفوض طبعا هاي الصيغة هي صيغة بتمثلها طبعا هاي البرنون هي فاليد للإيدل الفلويد لكن مرات لرية الفلويد زي ما شفته في صفات مختلفة شوي فلذلك في صيغة تانية أوه نحكي تاني من هدا القانون اللي هي نافيرستوكس برضو من ضمن الكميات اللي درسنا هنا كميات محبوضة إذا بتذكروا أخذنا كمان تشارج وأنا مش هنطبق مباشر عليها واخذنا كمان الموانتم الموانتم مثلا كان كمية بس بشرط أنه يكون السيستم هلأ بنشوف بهذا الوحدة المواد اللي زي الفلويد قانون بتطبق في عندهم كيف هلأ وفعليا لما كنا نحكي عن نظام فمعناته أنه المفروض الماس ضلها ثابتة آي ضيرت توزيحة ولكن بالنهاية كمية الموجود جوات النظام طبقه كما هي فمعناته قانون المومنتم في أن عساس الشرط تبع هذا رح يوصلنا لأنه نحكي أنه الفلويد عشان نشوف المومنتم أنه نحن نتوقع على conservation of mass ضلها الكمية تبعتها ثابتة وهذا رح تعبر عنها معادلة اسمها continuity equation هذا اللي شرحنا حتى الآن مقدمة عن السوائل ذكرنا فيها عدة مصطلحات جميع هاي المصطلحات رح نعيد استخدامها لدراسة ال-ideal وال-real fluid بتفاصيل أكثر مع العلم من الأشياء اللي رح نغطيها هنغطي مبدأ conservation of mass وconverservation of energy إن شاء الله المحاضرة الجاي رح نركز على continuity equation لل-ideal fluid وال-real fluid يعطيكم العافية وشوفكم المحاضرة الجاي